موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم من العاصمة بيروت الكاتب الصحفي اللبناني الأستاذ ساركيس أبو زايد أهلا بك أستاذ ساركيس أهلا بك بطبيعة الحال الموضوع الرئيسي هو موضوع الموصل نبدأ من موضوع تحرير الموصل كيف قرأت تحرير الموصل وكيف تقرأ انعكاسات هذا التحرير على مجمل موضوع محارب الداعش بداية أسمحي لي أن أقول شيء واجهة تحيي لقناة التلفزيون الميادين الذي كان صباك وعن بيرفق الحدث وكان صادق مع نفسه بأنه رفع شعار أنه بده يكون بالميدان وفعلا هو بالميدان وتحيي لسلم الحجم الموجودة هناك على الأرض وليفريق الميادين عبد الله بدران مراسل ومدير مكتب الميادين كل الميادين حتى الأستاذ غسان وابنه وكل الني موجودين بعتقد أنه هاي دي يعني قيمة مضافة قضمتها للميادين من ناحية مهنيتها ومن ناحية التزامة بالشعار اللي هي رفعته شكراً إذا بنا نرجع للموضوع للموضوع ما في شك أنه معركة الموصل معركة أساسية لأنه حجمت دور داعش بس خليني أقول أنه دولة داعش أو الخلافي تبقى للدولة اللي عندها أرض كانت عم بتقاطل فيها مهما كانت تمن هاي دي الفكرة بالذات إلى حد ما تراجعت أو انضربت بحدود معينة بمعنى أنه دولة الخلافي كانت هي جاذب كانت إوتوبيا لكتير من المتطرفين اللي عم بيدوروا عن هوية مختلفة إسلامية أو خلافية أو معينة بي الموصل كانوا وجدوا أنه ولا عم بيبنوا دولة الخلافي وهي دي بتقدر بتشكل ده الرمز وفعلا شكلت جاذب وكوة خليني أقول الشي اللي صار بالموصل هو ضرب فكرة الدولة اللي عندها أرض بدت دفع عنها بينما مش معنى أنه داعش أول شي انتهت يعني خلينا كمان نكون موضوعيين وواقعيين أول شي داعش بعدها موجودة بعدد كبير من المناطق داخل العراق وداخل سوريا وبعدها عندها قواتها وعندها جيشها وعندها بنيتة تحتية يمكن مش بنفس الحجم اللي كانت موجودة فيه قبل الموصل بس ولكن بعدها حاضرة تاني شغلة أنه صحيح فكرة الأرض اللي بتملكها تنظيم متطرف اتراجعت بس مش معنى أنها الأسباب الموجبة أو البيئة اللي قدت إلى ولادة داعش هي زالت يعني يمكن في معركة عسكرية تقدمت بس ولكن المعركة الفكرية والثقافية والفقهية يمكن بعدها مستمرة جميل جدا يعني هذا أول مرة ممكن حدا يتناول هذا الموضوع موضوع المعركة الفكري والثقافية يعني دائما نتحدث عن المعركة العسكرية القضاء على داعش طبعا لأنه أنا برأي القضاء على داعش فعاليا هو يتم بالفكر بالثقافة بتأمين يمكن نظام بديل يكون عادل يعني خليني هون يعني عم بتذكر أنه ما هو سبق أو إحدى التنظيمات الإرهابية بالعراق على قيام دولة إسلامية ونهارت يمكن 2008 وكذا ولكن لأنه ما تم استعاب هذا الانهيار لأنه ما تم القضاء على مقام الدولة عادلة ما صار فيه تفاهم جدي على دولة ما عم بقول ولا دولة مدنية أو دولة ديمقراطية بالمعنى الكيمي اللي الكلمة بس على القليل يكون فيه دولة متفاهم عليها من مختلف المكونات حتى تدير شؤون البلد هذا إذا ما حصل أنا برأيي داعش يعني ما يكون فيه جزء أساسي ومكون أساسي من هذا البلد يشعر بالغبن أو أنه فيه مؤامر إعلان استبعاده عن الحكم طبعا وهذه المعركة وهذه المعركة الأساسية يمكن هلأ مش وقت أنه يمكن نحكي عن هذا الجانب لأنه هلأ الناس بتركز أكيد على الانتصار وعلى الفرحة بالانتصار وعلى الزيمة بس أنا برأيي الانتصار الفعلي هاللوات اللي بيصير فيه فعلا فيه ثقافة وطنية مدنية تجمع مكونات الشعب تجمع المجتمع في العراق حتى يرجع يتوحد إلى وحدته ساعة أنا برأيي هادي اللي بتخليه حتى إذا نرجع نحكي عن الموصل أنت إحدى الأسباب اللي أخرت حسم المعركة هو أنه كان في تردد أنه الحجد الشعبي بيشارك كلما بيشارك الجيش بيشارك كلما بيكون في تنصيق بين كل هذه المكونات ولا لا لأنه في تنقضات طريقة لبنانية يعني بيشارك بلأنه في كل هذه التنقضات هي كمان أدت إلى التأخير بسي كان في بعض آخر موضوع الحجد الشعبي يعني موضوع الحجد الشعبي بتسأل تقرأ تسأل على الواقع ما هو يعني مؤلف من جميع أطياف المكونات العراقية ولكن ربما هناك تعامل معه بالسياسي أكثر من ما هو بالمونوع المواطنين الذي يتشكل منهم بس كمان كيف كل فريق بيقدم نفسه يعني بالنتيجة أنه شأن رأينا في جو مذهبي موجود بالعراق سني شيعي كذا هذا إذا ما صار في عملية تجاوز لأله عبر مؤسسات الدولة إذا ما بدي يكون عندك جيش وطني جامع وما بدي يكون عندك مؤسسات جامعة فعلا بتعبر عن مختلف المكونات لحي يظل في حدا بيشعر أنه في غبن أو في حتى لو كان في بعض مكونات خلينا إذا بنامشي نقربها إذا باللبنان كان دايما في انطباع أنه هذا الجيش باللبنان أنه جيش المسيحيين لي لأنه قياته أو تكوينه أو كذا يمكن المقارنة ما بتجوز بس عمليا كيف بفترة قبل الطائف كان جيش المسيحيين رغم أنه كان في من كل الطوائف بس أنه لهذا السبب أنا برأيي بقدر ما بتتقدم الدولة في العراق والدولة المعبرة عن مختلف مكوناتها خليني أقول بدي أستعمل تعبير دولة اللي في تفاهم عليها من مختلف شرائح المجتمع ومكوناته المذهبية والإثنية هذا هو اللي أنا برأيي بشكل حصاني حتى داعش ما ترجع تولد من جديد لأنه صحيح أنه داعش خسرت بالموصل بس أنه كمان في احتمال أنه ترجع تبين من جديد بأماكن أخرى هي موجودة فيها أو بصياغ أخرى بالصياغ أخرى اللي أنا برأيي كمان في شغالي ما ننسيها أنه صحيح هي حاولت تركز وهذا كان الخليف بينها وبين القاعدة أنه كانت هي عم تحاول تركز أن يكون عندها أرض وتقيم دولة بينما استراتيجية القاعدة كانت هي قائمة على خلايا قائمة على حرب عصابات أو عمليات بمختلف ناطق يمكن يرجع يصير فيه نوع من مصالحة أو تفاهم بين داعش والقاعدة خاصة أنه هلأ كمان أسامة باللدن جديد يعني كمان ناشط ومتحرك وفيه حتى هذه النكاسات ممكن ترجع توحد صفوف هذه التنظيمات هذا الموضوع تحديدا يعني وارد معنا في الحدث اليوم لذلك سنذهب إلى الحدث اليوم ونتوسع أكثر في النقاش إذن إلى الحدث اليوم والتفاصيل الحياة هدنة الجنوب استكمال لمناطق خفض التوتر سد هدوء نسبي مناطق جنوب غربي سوريا أمس تراقبا لبدء تطبيق وقف النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا ويسر اعتبارا من ظهر اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أهمية دفع مسار تأسيس مناطق خفض التوتر في سوريا وقال إن الموقف الأمريكي لم يتغير لكنه غدا أكثر براجماتية ما ساهم في الاتفاق على هدنة الجنوب لكنه لفت إلى نقاط خلافية بين موسكو وواشنطن منتقدا عبارات الوزير ريكس تليرسون بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد إلى ذلك أكدت مصادر أردنية أن ثمت محادثات أردنية أمريكية روسية تتناول أليات ستتم بل وردتها ضمن اجتماعات لتبادل المعلومات ترتبط بعدد من الجوانب والتفاصيل الفنية المتعلقة بقرار وقف النار في جنوب غربي سوريا لكن المصادر شددت على أن التواقم العسكرية والفنية لا تزال تعمل عليها وقالت مصادر أردنية محلية إن الأردن يستخدم علاقاته المتوازنة مع الأطراف الدولية المؤثرة في الأزمة السورية مشيرة إلى أن عمان شركت في صوق قرار وقف النار في جنوب سوريا وأن المملكة متمسكة بموقفها التي تكون طرفاً في الأزمة ولا سيما فيما يتعلق برفضها نشر قوات عسكرية أردنية على الأرض أو التدخل العسكري في الجنوب السوري مع إبقاء قواتها في حالة تأهب قصوى على الحدود نيويورك تايمز داعش المنهار لكن القوية يعود إلى جذوره المتمريدة منذ ثلاث سنوات صعد رجل دين تدين الأسود يدعى أبو بكر البغدادي إلى منبر أحد المساجد في مدينة الموصل العراقية وقدم نفسه للعالم زعيماً لدولة إرهابية جديدة إعلان ما يسمى دولة الخلافة كان محطة هامة لمقاتلي داعش المتطرفين استعراضهم العنف وأيدولوجيتهم المروعة ساعدهم على السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق وجذبا إليهم جحافلة من المقاتلين الأجانب فأنشأوا إذرة قائمة على البيروقراطيين والمحاكم وآبار النفط الآن دولتهم تنهار لكن خسارة داعش مدينتيه الأكبر لن تؤدي إلى هزيمته على نحو النهائي وفق محللين ومسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين التنظيم عاد من جديد إلى جذوره كقوة متمردة لكن هذه المرة مع مدى دولي وأيدولوجية لا تزال تحفز منفذي الهجمات في أنحاء العالم وبالرغم من خسارته المدن الرئيسية من المبكر القول إن داعش أطحى بلا مأوى ففي العراق لا يزال التنظيم يسيطر على التلعفر والحويجة وبلدات أخرى وجزء كبير من محافظة الأنبر أيهما أمضى وأكثر فعالية موضوع أنه التفاهم على عقد اجتماعي بين أبناء الوطن الواحد أكثر أو موضوع الثقافي أكثر أيهما له الأولوية برأيك بكملوا بعضهم بالنتيجة الثقافي بدل دورة طويل الأمد يعني الثقافي والتربية والوعي هذه الشغلة بدأ بدأ وقت يعني ما لحن ننتظر حتى يكتمل وعي الناس حتى بعدين نعمل تفاهم بالنتيجة أنا عم بقول أنه لازم يكون فيه تفاهم على دولة مشتركة مشان حتى تعمل هي عقد وطنة اجتماعي يحقق العدالي والمساوات بين كل هذه المكونات حتى يكون فعلا هو الحاضن والبديل عن كل هذه المسائل لأنه إذا ما بيكون فيه عندك دولة وطنية مدنية قوية تقدر تلعب بهذا الدور أنا برأيي لحيظل فيه إمكانية لداعش وأخواتها لأشباه لداعش أو أن تجدد نفسها لحيظل تبين وتظل موجودة وتظل هذه الصراعات مستمرة بعتقد أن العراق عم بيمر بهذا الاختبار بهذه الخيارات يعني انتصار بالموصل شغلة كتير منيحة طبعا لأنه عاصمة الخلافة وكل هذه الأهمية مزال في بعض الجيوب مش بس جيوب يعني أنا برأيها الخبر مثل ما شفت أنه في أكثر من منطقة هي أكثر من جيوب وإذا بدي خليني يضوي على شغلة تانية أنه خليني يقول أنه هذه المعركة يعملوها العراقيين بجهدون ويمكن كان الاندار أساسي بحسمة بينما الأمريكان كانوا شوي مترددين ومتواطئين أو مترددين حتى يقدروا دايما يعملوا توازن بين كل الأطراف كمان هذه بدأت انشاف يعني ما كان عندهم قدرة على العرقلاتي هكي السابق لا بس ما أقدموا خدمات مثل ما لازم يعني كانوا يعدين يقدموا طيارات متطورة ما سلم هو على مستوى المعلومات والرصد ولكذا كان هذا مرتبط ببسار الميدان في سوريا يعني في سوريا كان متقدم جدا الميدان فكان يعني أنا بروح لأبعد أنا برأي دايما الأمريكان بيربطوها بحدود التفاهم بين الان ومع روسيا يعني قبل ما يتفاهم الأمريكي والروسي على خريطة كاملة لا حيضل خربط أو يضغط أو كذا في محاولة احتواء لهذا الموضوع دايما هو بحاول يأجل أو يأخر هاي الأمور حتى يقدر يتم التفاهم طبعا التفاهم ما حصل أو أنا وياكي معرفنا كل تفاصيله بس بالنتيجة أنه في احتواء لهذا الموضوع في تحديد الأدوار والأحجام بالنتيجة كمين هذا لحيت ترجم على كل حال طبعا هذا الكلام قيل يعني منذ أن دخلت علنا وعادت للدخول على موضوع خط الأزمة السورية روسيا قال أن هناك ضمانات قدمتها لأمريكا بأنه بعض المصالح لن تمس وهذا شي طبيعي وهذا الطبيعي طبعا بنتيجة بعض الشعبويين أنه بنعمل شعارات وكذا بالنتيجة في موازين كوا هاي العبارة كل واحد بيعمل مصلحته أن كل واحدهم مصالحة لنا بس لا بس خلني أقول شغلة مصلحة الروسي هي معنا كمان بالضبط هذا المؤسس بس حدود تحقيق هذه المصلحة مرتبطة بموازين الكوا حاول هو شوي يعني إذا بتلاحظي أنه أحيانا يكون في تفاهمات معينة حاول هو كتير الجوازة أو حاول أنه إذا كان فيه ديناميكية بالصراع على الأرض أو بتحقيق انتصارات أو كذا كان يخدم عليها وأنا برأيي بعده مستمر بهدي السياسة خليني أقول أنه بمعركة الموصل خليني أقول الأمريكي كان يعني ما أعطى العراقي مثل ما كان وعده ولكن خليني يدوّع على دور تاني أنه كمان الأتراك ما كانوا أعظيم متفرجين يعني كمان في كتير معلومات بتقول أنه في قسم كبير من الدواعش كان عندنا خط عبر الأكراد إلى تركيا هربوا قصب من كياداتهم من صحيح من امتداتهم يعني كمان هدى الدور هل يتورى تركيا تحسن موقفة تحسن خياراتها أما لح تظل بهذه حلة التردد طالما طرحت هذا السؤال ما الذي سيكون موقف تركيا ما هو كيف سيكون موقف تركيا بعد تحرير الموصل أيضا كمان شايف أنه بحل التردد بانتظار ترتيب الوضع الإقليمي بشكل أوسع يعني ما تنسي أنه هي في شيء كثير بزعجها أنه يكون في دولة أو كونتون أو حكومة ما كردية على حدودها هي بتزعجها يعني هي بضع ضمانات أنه ملاح يكون في دولة ما تنسي أنه هي كمان موجودة مباشرة على الأرض السورية يعني هي كمان محتلة جزء من الأراضي السورية كمان هدى بدأ تحسن كأنها هي بدأ تقدم مثل ما كان عندها فكرة أنه يكون عندها شريط لألة ولا هي لح تقبل بالتسوية يلي لح تصير هي شو حصتها شو حصتها منها بعد أنه تركيا ملبكة بين وضعة داخل المأزوم يلي بعده مش مستقر ومرتبط بالأوضاع الأقليمية وبين طموحات بسوريا وبالعراق أن يكون إلى نفوذ مباشرة لألة ما تنسي أنه كمان تورطة بالخلاف مع بين قطر والسعودية وكل هالأمور يعني واستهدافة هناك من يقول وليس فقط تورطة طبعا لأنه بمعنى أنه بمعنى أنه موجودة في جهد وفي بزل منه هي مورطة حالة مش مهدر بالمعنى هي مورطة حالة بمجموعة صراعات بالنتيجة ما تنسي أنه في مصر في السعودية في غير ما دول هل ترى كيف لحيترجم هذا الشي على الأرض السورية والعراقية لحيكون بمزيد من التدخل أم لح تلتزم بالشي اللي عم تسعى لقلو روسيا عبر وقفة لك النار أو عبر مناطق محدودة التوتر أو غير من المسيئين سنتحدث عن هذا الموضوع ولكن بالنسبة لتركيا وترددها بعض المراقبين أو المحللين يعتبر أنه هي ما زالت تحت العرش الأمريكي بين مزوجين يعني ما زالت تنفذ الأوامر أو ما يطلبه الأمريكي وبالتالي كل ما قامت به من صوت عالي يعني وصراخ بشأن حكم ذاتي للأكراد على حدودها هو كذب هي مستعدة للتنازل وقبول ذلك فيما لو كان هناك رغبة لدى الأمريكي بتنفيذ هذا الموضوع ماذا تقول لكن صحيح أنه هي بعد جزء من الناتو بعد جزء هي من التحلف مع الأمريكي بس كمان بدنا نعترف أنه هي فتحة خط كمان على الروس وفي حوار جدي مع روسيا حول عدة مسائل والتزمت بالأستاني بوقف أطلاق النار بقوة مشتركة تشرف على الأرض بعدة مسائل ما كان الأمريكي هلقد يعني إذا بدك في نقطة رمادية بين الروسي والأمريكي عم بتحاول تركيا تلعب بهذا الموضوع طبعا هي ما خرجت من المعسكر الأمريكي بس ولكن عم تتعامل بجدية مع مع الروسي لإيجاد ترتيبات معينة ولكن أيضا هي حذرة من الأمريكي الذي تتهمه بأنه هو الذي دبر الانقلاب يعني وكان الانقلاب تحذيرا له أنه هي عندها هي حذرة من أمريكا وضبط إلى أي حد قادرة أن تتعاطى بجدية مع روسيا حرة بالأحرى هي عم تتشاطر بتحاول أنها تستفيد من اتنين سوى طالما أنه في منطقة رميدية اتنين سوى يعني مصالحا تتقاطع على هذا الموضوع بتحسي أنه هي كمان تتجاوم مع هذا الموضوع لتحسين شروطها أو لوضعها أو لدورها طبعا عم بحكي هذا الكلام لأنه في حركة صراع ميداني على الأرض لم تحسن نهائيا قبل ما تتبلور التفاهمات الروسية الأمريكية من قدر نعرف كيف سيكون إداء كل الكوى الإقليمية والمحلية حول هذا الموضوع كل واحد المعارك العسكرية أو الإنجازات العسكرية أو الميدانية اللي عم بيحاول يعملها بدي يكون في معه وراء أكتر بييده حتى بس أنها تجي ساحة التسوية يكون هو قادر أنه يكون لاعب ويكون قلده دور ويكون قلده حصة تركيا بهذا الموضوع تستفيد من هذا الحالي الرمادية بين روسيا وأمريكا لتحسين شروط وضعها من خلال تواجدها المباشرة على الأرض إما لإلغاء أمور معينة أو للحصول خاصة لموضوع الكردي اللي هو بيعنيه بشكل أساسي أو شريط حدودي مع سوريا أما بدي تلغي هالإشياء إذا أدرت والأمريكاني يعني بيبيعوا بيشتري والأكراد مش أول مرة بيكونوا هني كمان ضحية أو بيعملوا حسابات غلط يعني بيعملوا حسابات غلطة يعني بيعملوا حسابات غلطة يعني بيعملوا حسابات غلطة الكلام الثاني الحسابات الخاطئة ربما هو التعبير الأفضل عنه خصوصا بعد زيارة صالح مسلم إلى السعودية وتصريحه بأننا نحارب داعش وقطر وإيران طبعا هذا كمان الانحياز مع الأمريكان يعني كمان إذا بدك فيه تبين بين أحيانا طرحنا النظري والفكري وشعاراتهم وبين أحيانا التحالفاتهم كمان هني في خالفات بين بعضهم يعني حتى كمان ما لازم أن ينطعط مع الأكراد وكأننا بلوك متماسك إني رأي واحد هني كمان فيها عندنا عدة اتجاهات فيه اتجاه اللي بمثله يعني منحيز كليا مع ولكن هذا أيضا يؤثر على ثقة بهذه لا طبعا طبعا هذا يؤثر على ثقة لأنه كلمة الحمسلم من أكثر يعني هو أنه مع الدولة السورية وضمن الدولة السورية وضد أي حكم ذاتي الآن بات لا يتحدث عن عملك لأنه كله هذا مرتبط بالفكرة الأساسية عملك لأنه نحن بمرحلة صراع لأنه بمرحلة صراع غير محسومة الأطراف الصغيرة بتحاول أن تتزاكى أو تتشاطر أو تحاول أن تلاقي محل ألا بتفوت أحيانا بمغامرات أو برهينات خاطئة أحيانا تدفع السمن وأحيانا تاخد بعض الإنجازات أو بتحقق بعض المكاسب إذن هذه الكوة كلها سواء أنا برأي بعدها بهذه المرحلة قبل ما تتوضح أكتر التفاهمات الروسية الأمريكية وإنعكاساتها على المنطقة نحن نشوف كل هذا التردد بعد ما مستمر وسائد طالما تحدثنا عن موضوع التفاهمات الأمريكية الروسية يعني لابد من التطرق إلى القمة لقاء القمة بين ترامب وبوتين في قمة العشرين ولكن حتى لا نقطع الحديث بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا أعود أو رحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي اللبناني الأستاذ سركيس أبو زايد أهلا وسهلا مجددا أستاذ سركيس طبعا سنتابع النقاش وتحديدا عن موضوع لقاء القمة ولكن بعد أن نستمع إلى العنوين الصحفة العربية الصادرة اليوم إذن إلى العنوين أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الجولة ونستهلها من العراق مع صحيفة الصباح الجديد وفيها تحرير مدينة الموصل القديمة مع وصول القوات المشتركة لضفة نهر دجلة بعد السيطرة على باب الطوب وسوق الصاغة وشارع النجفي الشرطة الاتحادية تقتل 83 عنصرا من داعش في الموصل القديمة نواب عن المناطق المحررة يرفضون مشاركة شخصيات أسهمت بدخول داعش للعراق في مؤتمر بغداد من المقرر انعقاده في أواصط تموز الجاري إلى الأردن مع صحيفة الدستور وفيها الهدنة الدولية الإقليمية جنوب السورية تبدأ اليوم تشمل محافظات السويداء ودرعا والقونيترة بإشراف أردني أمريكي روسي قرب انتهاء المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس واشنطن تهدد بإعادة النظر في علاقتها باليونيسكو إلى السعودية مع صحيفة الرياض وفيها قناة الجزيرة اشترت ثقة بن لادن بالمال سلام المنطقة بفك الارتباط بين قطر والإخوان من الرياض السعودية إلى الاتحاد الإماراتية وفيها العالم يدين إرهاب قطر مظاهرات وقوافل تجوب عواصم ومدن أوروبا الإمارات التراكمات الشريرة للدوحة تقود الأمن والاستقرار أيضا في الاتحاد نقرأ علاقات الجاسوس القطري المختفي من السجون العراقية بجاسوس إسرائيلي عشية اجتياح داعش الفلوجة والموصل وقعت سلسلة هجمات على عدد من السجون أسفرت عن إطلاق سراح مئات الإرهابيين بينهم قطريون قطر تستخدم الشركات والمصارف التي أقامتها بالعراق مقارة ومراكز تجسس أثناء تنفيذ المشاريع أما الآن مشاهدنا فننتقل إلى صحيفة الراية القطرية وفيها عبدالله بن حمد العطية في حوار مع التلفزيون العربي الأزمة الخليجية أنهأت مجلس التعاون قطر مستعدة للتعامل مع كافة احتمالات الأزمة إذا كانت قطر إرهابية لماذا تشتري الإمارات منها الغاز أقول لوزير خارجية الإمارات إذا كنت حزينا فليست مشكلتنا مؤتمر القاهرة الهزيل فشل قبل أن يبدأ لدينا صور للقاءات في مسؤولين من دول الحصار مع إسرائيليين من الصحف السورية نختار صحيفة الوطن ونقرأ فيها المقداد بحث مع رمزي تحضيرات جنيف 7 وفض الجمهورية يصل اليوم بوتين يخرج من قمة هامبورغ وماكرون يستفيق ميدانيا الجيش يسيطر على محطة الهيل وجباب حمد في ريف حمص هدوء حذير جنوبا وقصد تتقدم شمالا وقفلة مساعدات إلى جنوب دمشق أما ختام هذه الجولة فمع صحيفة الشروق التونسية الشاهد تحت ضغوطات الخارج من أمريكا إلى الخليج وأوروبا منظمات غير حكومية مورطة في التخابر مع أجانب ستشملها الحرب على الفساد الإرهاب يضرب مصر وقطر في قفص الاتهام إلى هنا مجاهدين نصل إلى ختام هذه الجولة ونعود الآن لمتابعة برنامج آخر طبعة شكرا للزميلة هبط الله بطار على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم موضوع اللقاء القمة بين بوتين وبين ترامب هذا اللقاء الذي أخذ حيزا كبيرا في الصحف الروسية وفي الصحف أيضا الأمريكية وبطبيعة الحال العربية كيف قيمته وكيف ماذا يمكن أن يعول على هذا اللقاء لكن بصراحة بعد ما توضحت النتائج فعليا بس وحد بيقدر يعمل الكراء بمرشح عن هذا اللقاء بس خليني يقول أنه ترامب من وقت ما كان مرشح كان دايما يحكي بطريقة إيجابية أنه بديرتب الأمور مع روسيا وهذا كان شغال جديدة وبعتد أنه عكس من البعض بيعتبروا أنه هو مزاجي وبخربطه صحيح وليس مجنونا وليس أرعنا وليس كل هذه السفر هو يمثل وجهة نظر أو خطة أمريكية معروفة البعض قال إنه وجهة أمريكا الحقيقي يعني أوكي بس أنه يعني منه مش مثل ما بيصوره كاريكاتور هو لا عنده خطة وعنده وجهة نظر خليني يقول أنه ترامب عم بيمشي على طريقة كيسينجر خطوة خطوة باتجاه إيجاد صيغة للتفاهم مع روسيا لو تقول تفاهم مش معنات أنه صفقة وتطابق لأ هذه دول كبرى حاسم أمر أنه ما بدأت تعمل مواجهة وتعمل حرب علمية جديدة أنا برأيي بتكون مدمرة لألة ولغيرة إذن بيكون في صقف للصراعات والمنافسات والتجاذبات اللي بتحصل وهذا أنا برأيي ترامب كان عم بيشدد عليها وبعطت أنه بهذا اللقاء معالم هذه التفاهمات اللي بعد ما وسطنا تفاصيل خليني أقول هاجس في الحال فقط لأغزي الفكرة التي حضرت تحدثت عنها يعني في روسيا اليوم هناك واشنطن العلاقات الروسية الأمريكية أهم لترامب من التجاذبات السياسية الداخلية يعني هذا أيضا تعويل أكبر على موضوع على كون هذه العلاقات هادئة وطبعية إلى حد ما طبعا بس خليني أقول أنه هاجس ترامب بهذه السياسة اللي هي عم تعتمدها أنه يصير فيه تحالف روسي صيني ألماني اللي امتداد مع تركيا وإيران بوجها أنا برأيي هذا هو الرعب يلي ممكن يشكل توازن بوج أمريكا والهسب هي دايما أمريكا عم بتحاول أنه ما توصل الأمور إلى نشوء تحالف بهذا الحجم هلا بدون نفوت بتفاصيل هذه القصة تعرفين أنت كل دولة عندها إحسباتها وعندها مواقفها والجهية أو التصرفات الأمريكية عم بتخلي هذه الكوى الصاعدة أنها يمكن تتحالف أو تعمل كتلة أو موقف أو شي مشترك فيما بينها للحد من هذا الموضوع لذلك الولايات المتحدة عم تسعى أول شي إلى إيجاد تفاهم مع روسيا حتى لإحتواء الصراعات بالعالم بس هذا لا يعني أنه الصراع لا حينتهي هي عم تحاول ترسم له صقف طبعا خليني أقول بهذه القمة بالذات بنغيب الدور الإسرائيلي لأنه كمان إسرائيل حاولت كتير بالضغط على ترامب أو التواصل مع ترامب بشكل أنه ما يصير فيه اتفاقية ما تكون على حسابها لأنه هي عندها مجموعة هواجس عبرت عنها مؤخرا منها أنه بدها جدار طيب على حدودها مع الجولاني بكي نرجعني أحكي عنه خفيني كتير وتسرب كتير عن تطور القدرة الكتلية والسلاحية لحزب الله في لبنان صحي يعني كمان سربت الصحف الأمريكية أكثر من معلومات أنه فيه صناعات متطورة يملكها حزب الله وهذه يتشكل له قوة وضغط لدرجة أنه يعني وصار محلية الصنع يعني ما عاد مضطار لتمريرها تماما هذا الفكرة أنه صناعة محلية موجودة تحت الأرض مأمنة عنده أدرزتية ما فيكي تقولي أنه بقطع الحدود ما بعيد فيه يجي إمدادات هاي دي كذا يعني كتير نحن بلحكي أنه أنه حزب الله صار جيش متوسط للحجم يعني بحجمه بالخبرات والإمكانيات اللي اللي امتلكها بالقدرات الأسلحة والمتطورة اللي صارت عنده وصار عنده إمكانية أنه عند أي حرب تصير مع إسرائيل صار فيه حزر وفيه تنبه أنه في عنده إمكانية أنه يدخل إلى داخل الأراضي المحتلة ويقدر يعمل معارك بالداخل اللي هاي دي ما كانت موجودة سابقا إذن كل هذه الأمور كانت حاضرة على الطاولة وطبعا أنا برأي الأمريكي أخذ بعين الاعتبار جزء من الهواجس الإسرائيلية مشان حتى يوفر له بعض الضمانات اللي بحدود معلوماتي مرش عشي عنها طبعا في موضوع أساسي والأخطر هو الشكل من أشكال تصفيت المسألة الفلسطينية يلي أنا بلاقي هذا هو الهاجس أو الهدف من كل هذه التحركات طالما أنه هذا الموضوع بده يسعى مع روسيا أنه يحاول أنه يلاقي حل لمصلحة إسرائيل بهذه المرحلة يلي العرب شبه غايبين يلي دخلوا بمرحلة مش التطبيع مع إسرائيل بل التحالف العلني والتباهي مع إسرائيل في موضوع هذا الموضوع الإسرائيلي تحديدا أستاذ ساركيس في لقاء القمة وفي الاتفاق على وقف العمليات الحربية في جنوب سوريا إسرائيل قال الرئيس الروسي بأن إسرائيل هي معنية بهذا الموضوع هناك من اعتبر أنه هذا طبعا معنية بكون ممنوع أن تقصف ممنوع أن تخرق الهدنة ولكن هناك أيضا من رأى بأن هذا خطير جدا وهو قد يكون قد يكون هدية لإسرائيل التي طالبت بتلك المنطقة منطقة آمنة وعازلة خصوصا أن كل الفصائل الموجودة هناك تتعامل مع إسرائيل لكن خلينا نقولك في قتل من سيناريو لهذه المنطقة طبعا الروسي هو مع إيجاد حل أو تسوية سياسية بالجولان وهذه موقف كان يقوله دايما صحيح وهذه كان فيه هدنة موجودة وفيه كان فيه تطور لهذا الموضوع طبعا من وجهة نظر سورية روسية حول تسوية ما من ضمن الحلول التي كانت تحصل هيا خلينا نقولها على جنب بس إلى جنبها الروسي الاسرائيل يتعامل بشدد أكتر أما بده منطقة عازلة على طريقة الشريط الحدودي طبعا دولة يعني شريط البلدان لحد لحد يكون في شريط عازل يفصل أجلين المحتل عن العمق السوري تكون تشكله هذه منطقة آمنية أو مسيطرة عليها كوه هو ضمنه الآن البعض بيوسع هذه الفكرة وطرحوا شيء اسمه شيء منطقة حوران الكبرى صحيح واجتمعوا مجموعة من أهل الحوران بتركيا وأعلنوا أنه يكون في منطقة نوع من حكم زيته بمنطقة حوران تشكل هذه المنطقة العازلة بين إسرائيل بين فلسطين المحتلة وبين العمق السوري طبعا هذه كمان مش واضحة لأنه كمان ما تنسي أنه في بعض القوى المتطرفة في بعض القوى الدرزية في بعض الأردن كمان الهدف الأساسي هو إيجاد منطقة عازلة منطقة آمنة منطقة سميها البدكية المهم أنه إسرائيل عم بتشدد أنه يطلع لحصة من بعد كل هذه الحرب بأنه يكون في منطقة أو كونتون أو شي يعزل الجولان المحتل عن العمق السوري هذه حدودها طبعا مقطة تجازب بين الأمريكي والروسي وغيرها من الكوى وهي مرهوني أنا برأيي بقوة الصراع على الأرض ما تنسي أنه الهيجس الأساسي عند الإسرائيل هو أنه بده بعد أي وجود إيراني أو لحظب الله بهذه المنطقة لكن هذا السؤال التالي يعني هناك أيضا من يقول أن هذا الاتفاق على ما نعكلها سنتحدث عنه لكن بعد أن نستمع إلى الميادين نت إلى الميادين نت والتفاصيل الميادين نت وأخيرا سوريا منصة الانطلاق لتفاهم روسي أمريكي منذر سليمن قبل عقد قمة العشرين بساعات أطلق وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بيانا بشأن الوضع الحالي في سوريا يطرح فيه توجها جديدا يغلب فيه التعاون مع روسيا عوضا عن التصادم في سوريا الوزير تفاد الخوض في تقرير مستقبل الرئيس السوري وهي كلمة السر في توجهات أعوان الولايات المتحدة في الأقليم مطلقا العنانة لآليات تعاون ثنائية لبسط الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية توجه لم يعهده العالم أجمع من واشنطن وتحديدا بعد زيارة ترامب للرياض القوى الأمريكية المتربصة بترامب وسياسته نحو روسيا أفصحت مرارا عن قلقها من بلورة ترامب وفريقه سياسة خاصة بسوريا توثق أطور التعاون مع روسيا لتحقيق هدف مشترك هو إلحاق هزيمة محقة بداعش ووفق دايلي بيست الصادرة في السابع من تموز يوليو فإنه في إطار الخطة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لا يكون هناك معارضة من واشنطن لاقتراحات روسيا وشركائها حول مناطق تخفيف التصعيد في سوريا وقيام العسكريين الروس بدوريات المراقبة في عدد من مناطق البلاد وانضم وزير الدفاع جيمس ماتيس لدعم تهيئة التحول في سياسة ترامب نحو سوريا بالقول نرفض الانجرار إلى الحرب الأهلية السورية في أوضح تعبير عن خشيته وفريقه العسكري من الانزلاق إلى المستنقع السوري في أعقاب الغارات الأمريكية على الجيش السوري في محيط التنف على مقربة من الحدود الأردنية والعراقية المشتركة مع سوريا يعني قبل موضوع موضوع ضد من الاتفاق أو من هو الخاسر في هذا الاتفاق موضوع الموقف من الرئيس السوري بشار الأسد يعني في أمريكا يعني مثل البورصة باتة هذا الموقف يعني مرة سقف عالي مرة سقف منخفض مرة تجاهل تام لماذا؟ من قيمة بتصدق من قيمة بتصدق التصريح الأمريكي لا بس أنه لازم نحن نكون مسؤول على الأقل يعني يحاسب على الأقل على ما يقوله يعني دائما أنا بنزل للسياس الأمريكية أنه ما فيكت حسبية على شو بتحكي أول شي الأمريكي اللي عنده ما بدأ ولا عنده أخلاق بالسياس له فيكت تعرفي ليش شو ما أقف الأمريكي من قطر فيكت تعرفي شو ما أقف الأمريكي من بالموصل أو بأي مسألة تانية جماعة ليه عندن رأي ما عندن موقع يعني هني بيعملوا مخططاتهم بيعملوا مصلحهم ولكن بدون منطق بدون إيديولوجيا بدون شرح بدون ركبتي فجة كتير لدرجة أنه بتقدر تنطق من من عداوة إلى عداوة من ضفة إلى ضفة بدون أي رادع وبدون أي كذا من هون ما فيك تغديل من هون بدون تتعامل مع أنك تكوني أنت قوية وانت جزء من معادلة حتى تقدر تفرض معادلة عليها وقال مع الأمريكي أنا برأيي ما في حل له السبب الأمريكان استعجلوا هني أصلا بترحم بموضوع تغيير رئيس أسد وهني كمان بتدعي وأكتر من تصريح أنه ما في رئيس هدى معهم أكتر من عشرين يوم بس خلني أقول كمان هني كانوا يقولوا أنه هذه المعلومات اللي كانوا يعطون إياها المعارضة والحكام العرب وحلفاء من تركيا للسعودية لقطر لكذا هذه حجي بالمعارضة كما قيل عن العراق أيضا زوادورة بالتقارير أنه هني مش نطرين كمان هالذي يقولولهم بس عبالك أنه هني شو كانوا يبرروا أحيانا هني يعني بيطلعوا حتى ضد حلفاء بهذه المسائل إذن الأمريكي بيشتغل على أساس مصلحته يعني خلين لك أنا متل ما بشوف الأمور يعني استجامها مع مش اللي بلاشنا بأول الحلقة دائما بديك تشوفي أنت الأمور بعدد مستويات المستوى الأول هو الصراع أو الاحتواء أو الروسي الأمريكي وقت اللي الروسي والأمريكي بتفاهمه الأمور التانية بتصير محلولة بعطد أنه الروسي لا يمكن أن يتخلى عن الرئيس الأسد بالإضافة أنه الرئيس الأسد أثبت من خلال ماقفوهو كشخص من خلال الجيش المعادلة حتى وقت اللي يكون فيه اهتزاز أو فيه تراجع فيه طب النتيجة هذه بدا تمن من هوني لا يمكن أن يكون فيه حل إلا بأنه يكون له دور أساسي بعدها لا الروسي بيقبل ولا باقي الحلفاء بيقبله ولا الأمريكيين حتى الأمريكيين والأوروبيين صاروا هذا الموضوع تجاوزوه تعرف اللغة العربية تتحمل أحيانا تتحمل كثير متطويلات أنه على المدى الطويل ما هي الأعمار بيض هذا بيجي على المدى الطويل ومدى الأصير للتخفيف من وقع تغيير الموقف طبعا 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 حتى ليس بيعوى لأصحاب اللي هني ولكن بالأمس جزم رئيس فلاديمير بوتر وقال أمريكا براجماتية وتستطيع أن تنتقل وتتقبل وجود أو تغير موقفها من مدى الرئيس الأساس طب بموضوع الاتفاق على وقف العمليات الحربي في الجنوب السوري أيضا من هو المتضرر هناك من يتحدث كأن هذا الاتفاق قد يتضرر منه أحد الأطراف هل هناك من متضرر من هذا الاتفاق بصراحة لا تشوف الأمور كمان بهذا الشكل لا تنسى أن هذه جبهة مفتوحة على عدد مناطق أنه ما معقول تظل كمان حرب مفتوحة يعني كل حرب بيبقى تمرق بيكرر وفر يعني فيه نوع من مسار لابد من أن يكون فيه هدنات متقطعة بانتظار أنه تكتمل التسويق وجهة النظر الروسي شغلة كتير بسيطة بده يعمل وقفة لكنار وحد من الصراعات الدموية والكتالية حتى يقدر يخطس من داعش ويلاقي تسويق يعني ها المعادلة اللي تبعه والأمريكي مش كتير بعيد عن هذا الموضوع بس خليني خليني يدوّع على شغلة أنه الأمريكي بتفاهمه مع الروسي فيه كتير أمور كمان لا حيغير وجهة نظره فيها مثلا خليني يقول شغلة هذه يمكن فيتتنا أن نحكي عنها بموضوع كمان موضوع الموصل أنه كان الهدف الأساسي من داعش ومن دعم أمريكا لداعش ومن كل هذه الأصلاحية أنه تقطع على الطريق البر اللي بيربط طيب هلأ وكأنه في غض نظر هذا ما عادت قادر لأنه صار الالتفاف بالتنف على معناه أنت هذه التغيرات اللي عم بتصير على الأرض بدأت تنعكس كمان بالنتيجة بالسياسة من هوني أنه كمان الأمريكي أنا برأيي بحث ما أقفه نهائيا قبل ما تتوضح معالم التسوية وهذا تناقض موجود حتى بالإدارة الأمريكية في أطراف اللي خلينا نشارك أكتر من هوني هلأ استغلوا ظروف الموصل وعم بيبنوا كمان قواعد عسكرية ويعززوا قدرات قواعد بين سوريا وإردن وعراق خاصة الحدود على الحدود خاصة لأنه أنا برأيي يعني شيء اللي عملته داعش أنه كسرت الحدود السورية العراقية شيء اللي يمكن لكل الأنظمة اللي إجت بسوريا والعراق ما قادرت تعمله لا هناك موضوع أكثر من هذا أنه هذا الوجود يعني الأمريكي هيك المتعدد الأمكنة في القواعد العسكرية هو بديل عن داعش التي يعني رأى الأمريكي بأنها خسرة وبأنها كمان خليناك بهذا الموضوع الأمريكي عنده واسة بعد عندي الأزمة الخليجية ما عنده قوات على الأرض يعني كمان الأمريكي عم يعمل هذه الأشياء لأنه ما عاد في قوات على الأرض أدرى تقوم بهذا الدور من هون هو اشترع داعش بديلة عنه وعند داعش بس كمان أنا برأيي بالمرحلها سيعمل الأمريكي على إيجاد قوة بديلة ما نستهم فيها يعني كمان ربما يستفيد من الهدنة في الجنوب السوري في هذا أشياء من الفصائل الموجودة هناك ممكن أنه موضوع الجنوب أنه هذا ترتيب يصير مع الروس يعني له أكتر من طرف يعني وكمان الروس يدو هدنة بما أميكي معين حتى يقدر يلتفت للمناطق أخرى بس أنه بقدر ما تتقدم التسوية السياسية بقدر ما برأي تتغير معالم الصراع على الأرض والعكس صحيح على كل حال سنتابع تحديدا في موضوع الأزمة الخليجية ولكن بعد أن نستمع إلى إقراء إسرائيل إلى إقراء إسرائيل وتفاصيل هاريتس رئيس الموساد السابق شبتاي شعبيت شرق أوسط جديد وخطير الشرق الأوسط بحدود سايكس بيكو لم يعد موجودا تجري بدلا عنها عملية تاريخية جديدة بمشاركة كثير من اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين كل هؤلاء اللاعبين فاعلون في العملية التاريخية إسرائيل هي اللاعب الوحيد غير المندمج فيها السياسة المعلنة لحكومة إسرائيل هي عدم التدخل بما يجري في الشرق الأوسط انطلاقا من اعتقاد أحمق بأننا سننجح في الخروج من عملية التغيير من دون أي خدوش بل حتى هناك من يقول أننا سنخرج منها أقوى الخلاصة هي أن الرسمة البيانية للتهديد الشامل على إسرائيل في صعود وإذا استمرت الشروط القائمة طوال ولاية ترامب فأن تدحرج التهديد سيعيدنا إلى نقطة الضياع في حرب الأيام الستة والتهديد باستخدام سلاح استراتيجي إسرائيل هايوم أزمة قطر بحث عن مخرج بخلاف كل منطق وبخلاف مصلحة كل المتورطين في إزمة الخليج المواجهة تتعمق بين قطر وجاراتها منذ بداية الأزمة كان واضحا أن إخضاع قطر ليس هدفا واقعيا ما دمت الولايات المتحدة تدعمها ناهيك عن أوروبا وتركيا سيكون من الصعب إخضاع حكام قطر لكن كان بالإمكان التوصل إلى تسوية معقولة تعيد قطر إلى صف العربي وتقلص أضرارها بأخواتها العربيات لكن قطر ليست المشكلة الرئيسية وفي الأساس ليست التهديد المركزي التي تواجهه المنطقة التهديد مصدره تهران وبالنسبة لبعض الدول العربية مثل مصر يزعجها ويهددها أيضا الوجود التركي المتزايد في المنطقة وطموحات الهيمنة لدى الرئيس أردغان إذن استمرار الأزمة بين قطر وجاراتها يعزز إيران الرابحة الأساسية من الأزمة التي تجئذب الأنظار عن قضايا أهم بكثير مثل المسألة السورية لقد ربحت قطر المعركة مع جاراتها العربيات ولا يضر إجبارها على قبول بعض مطالبها لكن استمرار الأزمة لا يخدم مكافحة الإرهاب ولا التصدي لإيران شرق أوسط جديد وأزمة قطر بالبداية أزمة قطر كيف يمكن قراءة هذه الأزمة وإنها تقع وسط كل ما يجري في الملفات الأزمات الموجودة في المنطقة هل شرق أوسط جديد هذا تعبير قظيم جديد يعني ما بارف كأنه الربيع العربي بين هلالين لحيوصل على الخليج بعتقد أنه الأمريكي استنفد أولاك الأزمة القطرية مش بوادر بلا ماذا بدل لك نعم عفوا بدي يقوله أنه الأمريكي استنفد الصراع الخليجي الإيراني استبدله أو أرفده بصراع بصراع جديد سني سني يعني مطلوب كمان هذه الكتلة اللي كانت متضامنة مع بعضها أنها تنقصهم فيما بينها بين اتجاه وهابة وبين اتجاه أخوين مسلمين وأنا برأيي الأمريكاني هو عم بيرعى هذا الموضوع حتى يبتز هذه الدول مديا من هون مثل وهذه كمان مشهور فيها ترامب لأنه هو ملك أو مبتكر فكرة الصفقات مثل ما كان عم بعمل صفقات بالتجارة هل عم بعمل صفقات بالسياسة صحيح أنه هذه الدول ومتجارية أيضا طبعا في المردود مالي كبير حتى لأنه رغم أنه هذه الدول تابعة على ألون وقرارة عندهم بس هني بديني حيولوا يبتزوا مدين حتى يحلوا مشاكل الميلي المستعصي بالولايات المتحدة الأمريكية من هون عم بيعتمد معهم منطق الصفقات بتشوفي أنت كيف وقبل ما إيجا ترامب على المنطقة كيف يعمل حملة على إيران وبتفكر أنه بكل حبلش الحرب طبعا بشأن حتى يعمل ما هيدي مشهور أنه مش أنت تتعملي صفقة بلتتعملي لا استقرار أو تتعملي خصمك أو بلتتعملي معه صفقة يكون مقال أزم بعد معي دقيقة متردد مش أن حتى تقدري تبتزيه من هون نجحوا بأن أخذوا خبسمائة مليار من السعودية هلأ قطر طلبوا منها مئتين مليار معاتة للسعودية الأمريكيين اللي سيجيبهم بطريقة أخرى من هون أنا برأي هذا الصراع سيستمر لن ينتهي يعني مش بسهولة لحين حل لأنه ما حدا بقدر يحل الأمريكي اللي هو بدير اللعبة لأنه هو مرجع للكل ولكن مطلوب أنه هذا الصراع يتأجج حتى الأمريكي يقدر يملي كامل شروطه على الآخرين ويمهد إلى مزيد من التحالف العربي أو بعض الدول العربية مع إسرائيل ما فيك توصل لهذه المرحلة اللي كانت نعتبرها أن هذه الخيانة العظمى إلا بأنه يكون فيه هيك انقسامات وهيك تشارزهم وهيك بلبلية وهيك ضعف في العالم العربي لهذا بأنه برأي هذه الأزمة مطلوبة أنه الطول لن يكون هناك عمل عسكر مثل ما البعض بيفترض أنه بده يصير فيه اشتياح أو كذا أنا برأي هذه جذبة كبيرة طالما أنه التركي عنده هونكي قواعد والأمريكي عنده قواعد وبعضت أنه الإيراني لن يكف متفرج على هذا الموضوع يعني باقي الدول العربية لن تتجرق على اشتياح قطر مثل ما البعض بالإضافة أنه كمان هذا النهج ممكن كل دولة بالخليج تخاف أنه بكرة بده يجي دورة بهذا بهذا الأسلوب إذن المطلوب هو تفكيك العالم العربي مزيد من التفكيك يعني وقت اللي الجامعة العربية ما وقفت مثل ما لازم مع سوريا لكن اليوم شو صار فيها هي ما أنا قادر تحل ولا مشكلة أساسا لا يأتي على ذكرها أحد يعني مجلس تعاون أنا برأيي على طريق أنه يفرط وهذا تمهيد لمخططات تقصيم ولمخططات ربيع عربي بين هلالين لهذه المنطقة بينما خليني أقول الأمل الباقي هو أنه المحور المقاومة كل ما عم بيكون متماسك كل ما عم بيكون عنده حلفاء على المستوى الدولي أقوى كل ما عم بيكون مسجد مع نفسه أنا برأيي هذا المحور قد ما بيقدر يتقدم ويتماسك كل ما بيكون هو بشكل أمل من أجل المستقبل للأسف انتهى الوقت الكاتب الصحفي اللبناني الأستاذ ساركيس أبو زيد شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة